النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها لأن ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين وده أمر أيضا توافقنا عليه على أنه هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التدعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت في خمس جولات من الصراع خلال العشرين سنة اللي فاتوا غياب الأمل حالة الإحباط اليأس ده كل دي كانت عبارة عن أسباب قدت إلى الاختتال اللي احنا بنشوفه بشكلها وبآخر فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل لأن ذكرت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم يبقى مش معقول أن هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على أراضيهم